موسيقى السلام عليكم ورحمة الله أهلاً مشاهدين الكرام أهلاً بكم في حلقة جديدة من برنامج الأجندة اليوم هو الـ 11 من شهر نوفمبر للعام 2017 الأحداث في الأسبوع الفائت كانت كثيرة وكبيرة وصاخبة في المنطقة العربية تحديداً فقد حدث ما وصفه البعض بالزلزال السياسي في المملكة العربية السعودية المجاورة وشبهه آخرون بنكبة البرامكة على يد هارون الرشيد أما صحيفة الـ Guardian فاعتبرته انقلاباً بطيئاً داخل نظام السعود الحاكم حيث جرى اعتقال عدد كبير من كبار الأمراء والوزراء ورجال الأعمال السعوديين بذريعة مكافحة الفساد ومن نفس الدولة وفي نفس اليوم ظهر رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري ليعلن استقالتهم من منصبه متهماً إيران بإفشال الحياة السياسية في لبنان وإثارة النزاع والحروب في المنطقة العربية بدوافع قومية فارسية وفي نفس اليوم أيضاً ومن نفس المكان أعلنت وسائل الإعلام السعودية عن وفاة الأمير منصور بن مكرن نائب أمير منطقة عسير وعدد من المسؤولين الذين كانوا في رفقته على إثر سقوط مروحيتهم في منطقة عسير وهو الحادث الغامض الذي لم تعرف أسبابه الحقيقية حتى الآن إلا أن هناك من يؤكد أن مروحية الأمير منصور قد أسقطت من كبال طائرة حربية سعودية بأوامر سلمانية أو بن سلمانية لأن المروحية خركت قرار حضرة طيران الخاص للأمراء وكبار الشخصيات عن هذا الذي جرى في المملكة العربية السعودية وعن تداعياته المتوقعة في السعودية واليمن والمنطقة سيكون حديثنا لهذه الحلقة كونوا معنا ربما تتذكرون ما ظللنا نردده مراراً في هذا البرنامج من أن كرة الربيع العربي ما زالت تتدحرج بعد أن حولت الثورة المضادة إلى كرة من لهب وقلنا أن المشهد السياسي في منطقة الشرق الأوسط لن يستكر على المدى الكصير لأن الهدف والغاية من هذا الذي يجري هو إعادة ترتيب الشرق الأوسط الكبير أو إعادة هيكلته بتعبير الرئيس التركي أردوغان قبل أيام وهذا الذي جرى في السعودية ليس إلا حلقة وسطى ضمن حلقات سنشهدها تباعاً في الأيام القادمة على الأرجح وعلى الأرجح أيضاً فإن الآتي سيكون أصعب من الذي مضى لكن قبل الذهاب إلى المستقبل دعونا نتأمل قليلاً ما جرى في الماضي القريب في الأسبوع الفائد ما الذي يعنيه اعتقال كبار أمراء الأسرة السعودية الحاكمة وكبار رجال الأعمال والإعلام هناك ما الذي يعنيه؟ لماذا يعد هذا الحدث تاريخياً وفارقاً؟ في العادة يوصف الحدث بالتاريخي إذا شكل نقطة تحول نوعي في المسار يعني إذا كان هذا الحدث يشكل نقطة تحول عن المسار السابق فهو حدث تاريخي الربيع العربي مثلاً يعد حدثاً تاريخياً لأن ما بعده لا يشبه ما قبله الوطن العربي بعد الربيع العربي غيره قبل الربيع وحادثة اعتقال الأمراء والكبار الأمراء والوزراء في السعودية هي حادثة تاريخياً لأن مستقبل الحياة السياسية في المملكة السعودية بعدها سيختلف عن ما قبلها من المعروف أن المملكة السعودية قد قامت على ثلاثة أركان أساسية هي أسرة أل سعود الحاكمة والمؤسسة الدينية بزعامة آل الشيخ الذين ينتسبون للشيخ محمد بن عبد الوهاب مؤسسة الوهابية والقبائل السعودية المختلفة التي مثلت أو مثلت في قوام الحرس الوطن السعودي والقوات المسلحة والأمن بطريقة محسوبة وعندما نقول أسرة آل سعود فإنما نعني أن القرارات المهمة والخطيرة في المملكة لم تكن تتخذ بمبادرة فردية من الملك بل بتوافق الأسرة نفسها مما يعني أن سلطة الملك لم تكن مطلقة تماما أما القرارات المصيرية فلابد أن يؤخذ فيها رأي المؤسسة الدينية أيضا وبالطبع فإن صاحب السلطة لا بد أن يكون صاحب هيبة فإذا كسرت هيبة صاحب السلطة فهذا مؤشر على أنه لم يعد صاحب سلطة وهذا ما حدث في السعودية الذي حدث في السعودية هو أن الأمير الشاب محمد بن سلمان قد انقلب على بناء السلطة القديم في المملكة وكسر هيبة المؤسسات الموازية لمؤسسة الملك كسر هيبة آل سعود نفسها الأسرة الحاكمة كسرت هيبتها بهذه الاعتقالات وكان قد بدأ برجال المؤسسة الدينية حيث اعتقل البعض منهم وضيق على آخرين وحد من سلطة مؤسستهم تحديدا مؤسسة هيئة الأمر بالمعروفة النهي عن المنكر وما زال في جعبته الكثير من الإجراءات التي ستحد من سلطتهم من سلطة رجال الدين ثم ثنى بمراكز القوى في الأسرة السعودية نفسها ورجال الأعمال أو رجال المال والأعمال بالأصح ومن الصعب بعد هذا الذي حدث أن يعود الأمر كما كان من الصعب أن يعود الأمراء ورجال الدين إلى سابق سلطانهم في السعودية مما يعني أننا سنكون أمام نظام ملكي فردي يتمتع فيه لملك الشاب بالسلطات المطلقة الآن أصبحنا أمام ملكية فردية مطلقة لا دستورية والآتي سيكون أصعب ليس سهلاً أبداً الذي حدث في السعودية ليس سهلاً الإطاحة التدريجية بسلطة المؤسسة الدينية هناك فما بالك بمؤسسة الأسرة الحاكمة لأن المؤسسة الدينية ظلت طوال الوقت بمثابة العمود الفقري لمشروعية النظام السعودي النظام السعودي كان يستمد مشروعية من هذه المؤسسة هي التي منحت النظام السعودي مشروعية بقائه أمام الناس وعندما يقال أن الملك الجديد قد انقلب على المؤسسة الدينية فهذا يعني أنه لم يعد بحاجة إلى مشروعيتها وأنه سيستند إلى مشروعية جديدة غير دينية فما هي هذه المشروعية الجديدة يا ترى؟ وإلى أي مدى تستطيع هذه المشروعية أن تمنحه البقاء؟ ودعونا نتوقف قليلاً أمام هذه النقطة قبل الانتقال إلى التي تليها من المعروف أن الدولة أي دولة بحاجة إلى مشروعية تبرر بقاءها وتجلب رضى الناس عليها وعنها النظم الديمقراطية مثلاً تستمد مشروعيتها من الديمقراطية نفسها وبعض الدول الملكية والامبراطورية تستمد مشروعيتها من تأسيس الدولة وتسمى مشروعية التأسيس كما هو حال المملكة السعودية نفسها يعني هم آل سعود باقيين لأنهم مؤسسين هذه مشروعيتهم في البقاء لكن مشروعية التأسيس هذه لا تستمر إلى مال نهاية فهناك استحقاقات شعبية لا بد أن تأخذ بعين الاعتبار وهذا هو المئزك الذي وجد بن سلمان نفسه فيه فهو من ناحية مضطر لإنهاء المشروعية الدينية لدولته يعني بسبب الضغوط الأمريكية والدولية التي تتهم السعودية بتصطير التطرف وتمويله وهو من ناحية ثانية غير مستعد لمجرد التفكير في المشروعية الديمقراطية يعني تحويل المملكة إلى ملكية الدستورية هذا مستحيل مجرد التفكير فيه مستحيل في السعودية ومن ناحية ثالثة يدرك أن مشروعية التأسيس لم تعد كافيا لمواجهة التحديات الجديدة أمام المملكة يعني لا عنده شرعية دينية ولا شرعية ديمقراطية ولا شرعية التأسيس كافية وكان لابد من البحث عن مشروعية جديدة لدولته وقد وجدها في فكرة التحديث بن سلمان يفكر أن مشروعيتها الآن ستكون مشروعية التحديث يعتقد محمد بن سلمان أن فكرة تحديث المجتمع والدولة هي كارب النجاة الوحيد المتاح أمامه الآن اللي يبرر وجوده وبكاعه ليس محمد بن سلمان واحدة طبعا في هذا الموضوع بل أن جميع الأنظمة التي سقطت التي صنعت الثورة المضادة تفكر بنفس الطريقة محمد بن زايد مثلا والسيسي يفكرون بهذه الطريقة أيضا ويعتقدون أن بإمكانهم أن يقايضوا شعوبهم بالتحديث مقابل الديمقراطية أنتوا سيبوا الديمقراطية ونحن نجيب لكم تحديث تنمية وهم جميعا مدركون أنهم أمام ثلاثة خيارات لغير إما الديمقراطية وإما السقوط وإما التحديث وطبعا إحنا بنقول التحديث على سبيل ما يطمحون إليه لكن الواقع أكد لا يصلون إليه وبغض الطرف بغض النظر الآن عما إذا كان التحديث بديل مناسب للديمقراطية في المنطقة العربية أم لا فإن طريق التحديث هذا ينطوي على لغم كبير اسمه إسرائيل هناك من أقنع محمد بن سلمان بأن مشروع التحديث في المملكة لن يتم بدون الاعتراف بإسرائيل والتعاون معها يعني هو عايز ينقل المملكة من المملكة الكديمة لمملكة الجديدة وقارنها كان بين التلفون النوكيا الكديم والتلفون الجديد هذا الآيفون كان المملكة الجديدة هي هذه الآيفون اللي احنا نوين عليها وهو يعني هناك من أقنع بأنه التحديث محتاج لإسرائيل وهذا هو أساس فكرة مدينة نيوم أو نيوم العملاقة التي من المخطط لها أن تكون قريبا من إسرائيل ومصر والأردن يعني في المنطقة الحدودية هذه الأردن مصر السعودية إسرائيل إسرائيل كريبة يعني وهي بالمناسبة هذه الفكرة فكرة هذه المدينة فكرة إسرائيلية كديمة كانت إسرائيل نفسها قد طرحتها بصيغة مختلفة قليلا في سبعينيات القرن الماضي ربما حين قالت قال وزراءها آنذاك ربما مشهديان إذا لم يخن الذاكرة قال طرح فكرة التكامل بين الخبرة الإسرائيلية العقل الإسرائيلي والمال الخليجي والعمال المصرية كان هذه فكرة مطروحة من قديم ويبدو أن السعودية استجابت للفكرة في وقت متأخر من باب المراضة الآن يعني من باب من ناحية مراضات أمريكا ومراضات إسرائيل وأيضا كما قلنا الانطلاق باتجاه مشروع التحديث للمملكة السعودية للدولة السعودية المتراهلة لعل هذا يكون هي وركة مشروعية للملك الجديد في البقاء والاستمرار الحقيقة أن فكرة التحول الجذري في السعودية أصبحت مسألة حياة أو موت التحديات الداخلية والخارجية للمملكة تقول أن المملكة بحاجة ماسة لعملية كلب مفتوح إذا صح التعبير عملية تنقذها من الزوال والسقوط المملكة اليوم أصبحت محاطة بالأعداء والمؤامرات والمتربصين من الخارج بعضهم أعداء صريحين كإيران وبعضهم أعداء غير صريحين مثل أمريكا مثلا أو الإمارات والنظام المصري هؤلاء أعداء مضمرين هذا وهي في الوقت نفسا مشحونا من داخلها بالأخطاء وبالخطايا والاختلالات الدولة السعودية الدولة هشة دولة غير حديثة وإن كان ظاهرها حديث هذه الدولة لديها كرابة 13 ألف أمير سعودي كل واحد فيهم يريد منصب وحصة من الموارد وحصة من السلطة ولديها أيضا شريحة شباب تقدر بـ 70% من قوام المجتمع تحت سنة 30 منهم حوالي 25% عاطلون عن العمل ولديها 200 ألف يدرسون في الخارج وكل هؤلاء ينتظرون فرصة عمل وحياة لائقة في دولة نفطية دولة نفطية ليس لديها رؤية ولا استراتيجية ولا خطة خطة للتحديث ولا للمواجهة هو الآن يحاول يسعلوا خطة للتحديث لكن خطة لمواجهة التحديات لا يوجد لا يوجد هذه التحديات الخارجية والداخلية بحاجة إلى خطة وإلى رؤية وإلى استراتيجية غير موجودة الواضح أنها غير موجودة ولا سبيل أمام السعودية للنجاح إلا التغيير الفوري والنوعي في بنية الدولة ومؤسساتها نحن نقول هذا الكلام كوصف نصف حال نحن لا وكفين معه ولا وكفين ضده الآن نحن نتكلم عن حقيقة موضوعية وقد كان أمام النظام طريقان للتغيير النظام السعودي كان أمامه خيارين في التغيير أحدهما أن يلجأ إلى الأمة للقضاء على التهديدات الخارجية أو لمواجهة التهديدات الخارجية المتمثلة في إيران وأذرعها مع إجراء إصلاح تدريجي للبناء الداخلي في نفس الوقت هذا كان خيار وهو الخيار الذي كنا نتمناه للسعودية لأن إيران تصنع ذلك إيران تلجأ للأمة وهذا سر قوتها وليس لأمريكا أو إسرائيل وهذا هو سر الأمير الشاب يعني اختار الخيار الثاني لجأ إلى إسرائيل لمساعدته على مواجهة التحديات الخارجية في مقابل أن يحقق بعض الشروط الصعبة والقاسية الأمير الشاب اختار هذا الخيار من هذه الشروط القاسية تكديم جزية كبيرة من الثروة السعودية للأمريكان والاعتراف بإسرائيل وإقامة علاكات غير مشروعة معها ومحاربة تيار الربيع العربي ومشاريع الديمقراطية ومحاربة الدول الدائمة لهذا تيار الربيع والتغيير مثل قطر وتركيا مشكلات هذا الخيار الأخير كثيرة وخطيرة فحتى لو افترضنا أن النظام السعودي سينجو من تبعات الاعتراف بإسرائيل وسيحقق بعض التحديات التي يطمحوا إليها أو سيحقق بعض التحديث الذي يطمحوا إليه إلا أن فكرة مقايضة الديمقراطية بالتحديث في المنطقة العربية فكرة فاشلة لماذا؟ لأن شعوب المنطقة العربية كما قلت من قبل لا تشبه شعوب آسيا من الواضح أن المستبدين العرب متأثرين بنموذج الشعوب الأسيوية الخاضعة للسلطة خضوع مطلق شعوب هناك في آسيا في الصين وفي كوريا منشغلة بالحداثة وبالصناعة عن الكلام في الحرية كما هو حال الصينيين مثلا الصينيون والكوريون شعوب ترضخ بسهولة للقانون وسلطان الدولة وتنشغل بالعمل عن التفكير بالحقوق والحريات وبإمكان التحديث والتصنيع أن يشغلها ويلهيها عن التفكير في الديمقراطية تلك الشعوب هذا النموذج مغري للحاكم العربي يشتي شعوب من هذا النوع الصيني يريد شعوبا من هذا النوع الذي لا يفكر في محاسبته والحد من سلطانه لكن الحاكم العربي ينسى أمرين في هذا الشأن الأول أن الحاكم أو السلطة في تلك الأمم الآسيوية الحاكم أو السلطة هنا قد عوضوا غيابة ديمقراطية بتحقيق مستوى عالي من التحديث والتنمية عجز الحاكم العربي عن الوصول إلى أدنى مستوياته والنقطة الأخرى التي تغيب عن بال هذا الحاكم العربي أو السلطة العربية وهي نقطة مهمة للغاية لأنها نقطة علمية هي أن العربي ليس من هذا النوع الذي يتنازل عن حريته في مقابل أي شيء العربي كما قال الدارسون وهذا مش كلام بس يعني اعتباطي وكلام من دارسين جانب غربيين يقولون أن العربي أشبه بالروماني والأمريكي في شعوره بالحرية ولهذا لن يستكر الوضع في المنطقة العربية إلا بوصفة الديمقراطية يعني العربي يحتاج للحرية أكثر من حاجته للأكل والشرب والهوى شعور بكرامة الشعور باحتياج إلا الحرية عالي جدا ولذلك ما ينفعش تتعامل معه باعتباره كائن صيني الحاكم العربي المستبد يعتقد أن الاستبداد هو سر التكدم وليس الديمقراطية هكذا داخلنا يعتقد أن العنف واستخدام القوة هو سبيل الحداثة وليس الديمقراطية والحرية ويقولوا لك هذه الشعوب لا تستحق الحرية لو أعطيناها الحرية ستلعب بنفسها وستموت نفسها مثل الأطفال وهذا ما قاله عبد الفتاح السيسي قبل مدة بطريقة ما وهو يتحدث في مؤتمر وطني وقال قبله مبارك وغيره كان السيسي يتحدث في مؤتمر وطني قبل فترة في 2016 مؤتمر وطني للشباب عن دولة خليجية كان يعرض بها قال إنها مارست العنف في سبيل التطوير ويتسأل هل أستطيع أن أفعل مثل هذه الدولة يعني وبعدين تك على لفظ العنف وكأنه يعني كأنه بيقول هكذا بتلذذ يعني وكأنه بيقول يا لتني كنت أنا نسمع الدولة اللي تتكلم عليهم دولة منهم كان عددها كلها على بعض 2 مليون 2 مليون ومساحة أرضهم 700 متر آكروا في قمة التخلف 700 كيلو مساحة أرضهم وهم 2 مليون اتحطت البرنامج والناس ماشت وكان فيه عنف عنف في اللي محدش يتكلم أقدر أعمل أنا كده حد يهبال كده لمدة 20 سنة واضح أن السيسي بيتكلم عن العنف بوصفه وسيلة للتحديث وكأنه يبرر سياسته العنيفة مع الشعب المصري يعني التحديث عن طريق الديمقراطية الليس موجودا في ذهن السيسي ولا في ذهن أمثال من أصحاب الثورة المضادة للربيعة مع أنه مر السئل وهو رئيس ماذا تكرأ هذه الأيام فأجاب أكرأ شخصية مصر شخصية مصر يعني كتاب شخصية مصر للمفكر المصري الكبير جمال حمدان والطريف أن جمال حمدان في هذا الكتاب يعني لو كان السيسي كرأه جمال حمدان كان يقول بطريقة شبه استيرية أن مشكلات مصر كلها كلها جذرها هو الاستبداد والعسكر يعني السيسي ولن تحل مشكلات مصر إلا بالديمقراطية هكذا يقول جمال حمدان والسيسي عارف أن جمال حمدان أعلم منه بمصر ومشكلات مصر بل هو أعلم المصريين بمشكلات مصر وشخصيتها ومع ذلك يحب السيسي أن يتجمل ويقول أنه يكرأ لجمال حمدان لكنه لا يحب أفكاره العلمية لأنه بالأساس لم يطلع عليها هذا إذا كان فعلا قد قرأ للرجل وهذا هو عقل وشخصية الحاكم العربي المستبد الديمقراطية ليست طريق ملائم له التحديث عن طريق العنف هو الطريق الملائم والمشكلة أنهم لا يتطعظون إحنا لنا حوالي 60-70 سنة وإحنا بنجرب التحديث عن طريق العسكر ما فيلحناش الاستبداد ما فيلحش في الوطن العربي وهو موجود من حوالي كرن كامل وإحنا بنحاول ندخل الحداثة الناس خرجوا لما بعد الحداثة وإحنا لسه ما دخلناش الحداثة يعني لسه عزاب على رأي البعض أعزائي المشاهدين سنذهب لفاصل قصير ثم نعود لاستكمال حديثنا بكوا معنا ترجم الى صفراتها موسيقى أهلا بكم من جديد وضع المملكة العربية السعودية إذن في غاية الصعوبة هذا واضح من كان يتخيل أن يعتقل الأمراء وتجمت حساباتهم البنكية 1300 حساب بنكي تم تجميدها من بينها حساب ولي العهد السابق محمد بن نايف من كان يتخيل أن يطلب أمير السعودي اللجوء في إيران سبعنا أخبار عن أمير سعودي طلب اللجوء لإيران لكن مهما كانت صعوبة الوضع في السعودية فإنه لن يكون أصعب من وضع اليمن واليمنيين وضعنا في اليمن لا يحتاج إلى شرح بقدر ما يحتاج إلى إلى صبر والصبر عايز صبر الوحدة كما تقول المكلثوم وبجانب الصبر نحن محتاجين أن نتأمل العبر والدروس فيما يجري لأن الناس ينقصها التأمل والذي ينقصه التأمل تنقصه الحكمة لأن الحكمة كما يقولون هي التجربة مضافا إليها التأمل التجربة مضافا إليها التأمل هذه هي الحكمة وإحنا في الوطن العربي لا تنقصنا التجربة نحن عندنا تجارب كثير جربنا كل شيء إنما ينقصنا التأمل تحويل الخبرة إلى درس تحويل التجربة إلى درس ولذلك ليس لدينا حكمة تعصمنا من تكرار الوقوع في الأخطاء دائما نقع فيه نفس الأخطاء القديمة لاحظ معي مثلا هل كانت الأسرة المالكة في السعودية ستصل إلى ما وصلت إليه لو أن سياسات المملكة اتجاه اليمن كانت عادلة وأخوية أشك السعودية اليوم تدفع ثمن كبير من استقرارها وربما من وجودها بسبب أخطائها القاتلة في دول الجوار وتحديدا في اليمن في العراق وفي اليمن على وجه التحديد يعني دعمها لسلطة علي عبدالله صالح لأكثر من ثلاثة عقود بهدف إجهاض الجمهورية وإعاقتها وتعطيل التنمية ومعاقبة اليمنيين على تطلعاتهم من التحررية هذه كانت خطيئة ثم دعمها في عهد الملك عبدالله لحركة الحوثي بهدف القضاء على ثورة 11 فبراير والإخوان المسلمين هذه خطيئة وأخيرا خذلانها الكبير للشرعية اليمنية وتهديد وحدة اليمن وسلامة أراضي تترك البلد لعبث الإمارات تمزكه وتصنع فيه الميليشيات المناطقية والطائفية كل هذه خطايا وليست أخطاء اكترفت في حق اليمن من قبل المملكة الجارة هذه الأخطاء يعني إحنا دفعنا ثمنها كيمنيين لكن السعودية يبدو أنها ستدفع الثمن أيضا وبالمناسبة من الملاحظ من الملاحظ أن الأحداث الكبيرة داخل النظام السعودي تأتي دائما عكب حدوث مشكلة في اليمن يعني كانت أول مشكلة حقيقية نشبت داخل الأسرة السعودية في عام 1964 يعني بعد قيام ثورة سبتمبر 26 سبتمبر بسنتين يومها أو حينها حصل خلاف كبير بين الأمير فيصل والملك سعود يعني ذاك أدى إلى الإطاحة بالملك سعود وتولي الأمير الملك فيصل للسلطة قبل أن يكتل هو في حادثة مشهورة هذا في المرة الأولى بعد ثورة سبتمبر مباشرة وها هي الأسرة الحاكمة تشهد صراعها الجديد بسبب يعني لسبب آخر من يأتي من اليمن يعني رياح التغيير تأتي من اليمن دائما وعلى الأرجح فإن هذه الخلافات ما كانت لتحدث بهذا المستوى لو لا ضغط الوضع في اليمن يعني صحيح هناك مشكلات بنيوية داخل الدولة السعودية كانت ستأتي الآن أو غدا لكن من الملاحظة أن اليمن تمثل مشكلة حقيقية مصدر إشكال السعودية ومصدر ضغط على القرار السعودي وهي مشكلة في الأساس من صنع السعودية لو لا أن هذه المشكلة موجودة من صنعها لما اضطرت السعودية لخوض حرب في اليمن ومراضات الإمارات وأمريكا لو لا هذه الحرب ما اضطرت لتقديم تنازلات كبيرة لحلفائها يعني لو كانت آمنا من اليمن ما كانت محتاجة تتنازل للإمارات ولا تكف تحت الضغط الابتزاز الإمارات المصري الأمريكي لو أن السعودية ترك الثورة في فبراير تمضي إلى غايتها لكانت اليمن حارسا للأمن القومي الأمن القومي السعودي والعربي لكن كما يقول القرآن إن الله لا يصلح عمل المفسدين الخطير في رؤية الحاكم السعودي الآن هو أن اليمن في منظوره مجرد مشكلة إيرانية يعني ليست مشكلة ديمقراطية ولا مشكلة تنموية ولا مشكلة غياب دولة وإنما مشكلة إيرانية يعني بمجرد ما يتم السيطرة على صلاح السلاح الحوثيين ووضعهم تحت السيطرة لن يكون هناك مشكلة في اليمن من وجهات نظر آل سعود هذا ما يتضح من سياستهم وتصريحاتهم لا يوجد حديث عن التنمية في اليمن وبالتأكيد لا يوجد حديث عن الدولة المواطنة ولا أي من الهموم الحقيقية لليمنيين وبهذه الطريقة يقع النظام السعودي للمرة الألف في نفس الخطأ الذي اكترفه معهم من قبل خطأ تجاهل المشكلة الجوهرية لليمن مشكلة دولة العدالة غياب دولة العدالة والتنمية النظام الحاكم في السعودية وضع اليمنيين بين خيارات كلها مرة إما القبول بالعيش تحت حذاء العسكر الفاسدين المستبدين المستكبرين الذين المرضي عنهم من قبله وإما اللجوء لإيران والقبول بالصيقة الطائفية القاتلة التي تطرحها نكاية بسياساته يعني خيرونا هكذا إما نلجأ لإيران نكاية به أو نلجأ للعسكر وإما اللجوء إليه ليفعل هذا النظام بنا ما يشاء كما يحدث الآن والمفاركة الساخرة بالنسبة لنا نحن اليمنين هي أن سقوط السعودية يضرنا وبكاؤها يضرنا لأنها إذا سقطت فلمصلحة إيران وإذا بقيت فلمصلحة إيران أيضا سياساتها لمصلحة إيران وسقوطها لمصلحة إيران هذه مفاركة ساخرة وليس هناك من حل سواء تغير السعودية من استراتيجيتها تجاه اليمن واليمنيين لأن مصيرنا بات واحد لن تنجو السعودية بمفردها إذا سقط اليمن ولن ننجو في اليمن إذا سقطت السعودية والنظام الحاكم في السعودية دائما يعالج الأخطاء البسيطة بأخطاء مركبة يعني خذ عندك هذا المثال ضربت السعودية ومعها التحالف ضربت طوق ركابي على المنافذ الجوية والبحرية والبرية لليمن من بداية العمليات العسكرية بهدف ماذا؟ بهدف منع إيران من تهريب السلاح إلى الحوثيين الانقلابيين هناك هل نجحت في ذلك؟ لم تنجح الذي حصل هو أن المواطن اليمني هو الذي تضرر أما إيران فقد وجدت بديلا مناسبا عن التهريب هو تطوير ما هو موجود لدى الانقلابيين من ترسانة صواريخ قصيرة المدى الأسلحة الخطيرة التي تخشى السعودية تهريبها إلى اليمن نوعان المفروض أني بتخاف من نوعين من السلاح فقط اللي هو الصواريخ الباليستية متوسطة المدى والصواريخ المضادة للطائرات وقد استطاع الإيرانيون تطوير صواريخ سكود الكصيرة كصيرة المدى التي كانت بحوزة الحرس الجمهوري في اليمن وأصبحت هذه الصواريخ تصل إلى الرياض وهذا ما حدث في الأسبوع الماضي وصل الصاروخ اليمن الإيراني إلى الرياض أو إلى المطار وحرمه على رأي الجماعة في السعودية فما كان من السعودية إلا أن أعلنت إغلاق كل المنافذ اليمنية بحرا وجوا وبرا مرة ثانية وهذا قرار يضاعف معاناة اليمنيين في الداخل ولن يؤثر كثيرا على قدرات الإنقلابيين الأسعار ارتفعت المواطن يعاني من جديد أضعاف ما كان يعانيه من قبل كل هذا دون أن تحقق السعودية يعني هدفها وغايتها من هذا الحصار مخزون الصواريخ ما زال وافر لدى الإنقلابيين وتهريب بعض قطع الغيار أو المواد الخاصة بالصواريخ ما زال ممكن حتى في ظل الحصار المطبك وكما قال الشاعر زعم الفرزدكو أن سيكتل مربعا أبشر بطول سلامة يا مربع يمكن أكثر سؤال يطرحه اليمنيون اليوم على أنفسهم هو إلى أي مدى أو إلى متى سنظل على هذا الحال والحقيقة أن التكديرات عن المستقبل معظمها لم يكن يعني معظمها متشاعم فلا أحد من المراكبين والمحللين يقول أننا على مقربة من شاطئ الاستقرار ما زالت الملفات الساخنة كلها مفتوحة في المنطقة من اليمن إلى سوريا وليبيا وهذه طبعا هي رغبة الدول الاستعمارية الكبرى لكي تستمر في ابتزاز السعودية ودول الخليج والذي يراكب صفقات السلاح التي تتم هذه الأيام في المنطقة يدرك أننا مقدمون على دورة جديدة من الصراع والحرب والمؤشر الحقيقي لصفقات السلاح ليس ما تشتريه السعودية ودول الخليج لأننا تعودنا على هذا النوع من الصفقات من قبل هذه الدول لتتم غالبا رشوة صاحب القرار الأمريكي أكثر منها لدوافع عسكرية إنما المؤشر الحقيقي من وجهة نظرنا هو صفقات السلاح التي يعكدها حاكم مصر العسكري عبد الفتاح السيسي وهي الصفقات التي وصفتها الصحافة بالتاريخية صفقات تاريخية فقد اشترى السيسي خلال العامين الماضيين يعني اشترى السلاح بحوالي 20 مليار دولار في سنتين من فرنسا وألمانيا وكوريا وروسيا وأمريكا والصين وغيرها وطبعا هذا مبلغ ضخم بالنسبة لدولة مثل مصر تمر بظروف اقتصادية صعبة للغاية فما حاجة السيسي لمثل هذا السلاح ما حاجته ومعظم السلاح الذي اشتراه هو سلاح طيران بحرية طائرات مقاتلة من طراز رافال ثمانية الهجومية فرقاطة بحرية ومدمرة بحرية أخرى صواريخ كصيرة المدى ومتوسطة المدى من فرنسا وأيضا من روسيا أخذ طائرات سخوي 35 متعددة المهام ومروحيات هجومية متطورة وصواريخ اس 300 المضادة للصواريخ وغيرها من الصفقات النوعية وفي اعتقادنا فإن صفقات السلاح التي حقدها السيسي في الفترة الماضية هي مفتاح لغز المستقبل الذي يرغب في معرفة شكل المستقبل فعليه بتأمل هذه الصفقات حجما وكما لماذا؟ لأن الدول تشتري السلاح عادة لعدو افتراضي فإذا كان العدو الافتراضي مثلا دولة على الحدود البحرية أو على الحدود البرية فإن الدولة ستغلب الأسلحة التي تستخدم في البر وإذا كان العدو الافتراضي دولة ذات حدود بحرية فإن نوعية التسليح الغالب سيكون سلاح بحري وجوي وهكذا فمن هو العدو الافتراضي الذي يحشد له السيسي يا ترى؟ إسرائيل مثلا مستحيل أصبحت مصر في جيب إسرائيل ليبيا والسودان لا يحتاجان إلى هذا النوع من التسليح إذن لمن يجمع السيسي هذا السلاح؟ الجواب اللي ما فيش غيره يعني أولا ليس السيسي هو الذي يشتري ويجمع بل محور إسرائيل مصر إسرائيل الإمارات السعودية هذه صفاقات لهذا المحور وليس لمصر ثانيا طبعا هي الترسانة المصرية ترسانة الجيش المصري لكنها الذي يدفع ليس مصر وحدها اللي يدفع هو الحلف المحور هذه معلومة أولى أو هذا تقدير أولي ثانيا هذا المحور يخطط لحرب شاملة ضد إيران وقطر ويتوقع دخول تركيا الحرب لأسباب عديدة ويبدو أن السيسي كتكلف بالشغب على الحدود البحرية مع تركيا وليس مستبعدا أن نشهد حربا من هذا النوع في المنطقة يعني الدول الاستعمارية ومعها إسرائيل ترغب في تأديب الأنظمة الحاكمة في إيران وقطر وتركيا ويبدو أن أمريكا قد اشترطت على دول الخليج أن يكون عليها نصيب الأسد في هذه المعركة القادمة يعني على أن تضمن أمريكا حمايتها إذا أرادت هذه الدول أن تحميها أمريكا فعليها أن تقوم بما عليها بواجبها تجاه نفسها في حماية نفسها تعالوا نستمع إلى نتنياهو ماذا قال العام الماضي عن تحالف الحرب ضد إيران لنعرف ما الذي تريده إسرائيل وإلى أين نحن ذاهبون بالضبط لأنه على الأرجح فإن المعركة القادمة ستنطلق أو ستبدأ من بيروت أو من الضحية الجنوبية بالأصح في لبنان وربما تمتد بعد ذلك لتشمل قطر وإيران وربما يمتد الحال ليشمل محور تركيا بالكامل تعالوا نستمع إلى نتنياهو وهو يقول هذا الكلام بطريقة دبلوماسية مختلفة I think Saudi Arabia recognizes today that it needs a path to reform as well and they see as do many in the Arab world that they see Israel as an ally rather than as an enemy because of the two principal threats that threaten them the first is Iran and the second is Daesh if you're closer to the Persian Gulf Iran comes first if you move to North Africa to Egypt Daesh comes first ولكن هناك دائما. لذلك عندما يظهرون ويقولون ماذا يمكن أن يساعدنا في هذه المساعدة التي تساعدنا في المستقبل. طبعاً إسرائيل ومثلاثة سوني العربية ليست على طريق المساعدة. وهذا طبعاً. هذا أعتقد أنه هناك قصة أكثر. أعتقد أن المستقبل ليس مبشراً بالخير. وأن اليمن سيظل قد ينفتح لليمن فرجة نور من بين هذا الظلام الحاصل الآن. لكن علينا أن نتوقع الأسوأ ونتمنى أن يكون سكف آلامنا. هو هذا السكف الذي وصلنا إليه. وأن يرتفع أكثر وأكثر. أظن أننا وصلنا إلى نهاية الحلقة. نلقاكم في الأسبوع القادم. في أمان الله. اشتركوا في القناة